في اسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد الذي له كل المجد الأبد أمين النهاردة الدرس عن الصلاة وأول جزئية سأتحدث فيها عن الصلاة هي الاستعداد والتهيء للصلاة لأنه في فرق بين شخص مكرس للرب وقاعد طول النهار مركز في الصلاة ما عندوش مقدمة ومؤخرة ما عندوش استعداد والتهيء هو مركز في الصلاة وبين شخص آخر عندو مشغوليات وأعباء وأشياء كثيرة يجي يصلي إلى نفسه مش عارف يصلي نفسه مش مفتوحة للصلاة تدي يصلي يلاقي نفسه بيسرح وذينه مشتت وأشياء بهذا القبيل فمن ثم كان لابد أن يكون هناك مقدمة واستعداد للصلاة عادة الحد الأدنى للصلاة لفرص الصلاة يومياً أن يبقى لك فرصة في بداية اليوم وفرصة في ختام اليوم فأنا بأنصح طبعاً أن الفرصة اللي في بداية اليوم تكون بعد ما تستيقظ مباشرة يعني أنت بتصحى من النوم وبتدخل الحمام وتغسل وشك مش عارف إيه كده هوت قبل بقى ما تفتر وقبل ما تمص في الآيفون وتشوف أخبار الدنيا إيه وقبل ما يأتي ما ينتزع تركيزك هي دي الفرصة اللي أنت هتصلي فيها بعد الاستيقاظ مباشرة وزهنك رايق وما فيش حاجات يعني قاطعته كمان عايز أقول بالنسبة للفرصة الصلاة الصباحية واحدة من أعمال الاستعداد أنه البعض يصحى متأخر ويجري جاري على السلم هو نزل على السلم رايح الشغل بتاعه أو رايح يركب الإسانسير يصلي أبنا لازم يستموت أبنا بتعب لإيه أنا بصلي أنت على أنت بتخدر نفسك مش كده الصلاة فإذن لابد أن تتعود أن تكون منضبط في مواعيد الاستيقاظ حتى أن فرصة الصلاة تاخد مجالها وإلا أنت هتضيع فرصة الصلاة الصباحية وده حيخلي اليوم متروك للمقاة طاعة اللي هتيجي من إبليس ومن الناس والإزعاجات وأنت لم تتحصن بالقوة الروحية لازم فالموضوع مش عايز مساومات أنت عايز تنمو في الطريق الروحي وتعرف كيف تصل إلى الصلاة اللي تسندك وتحصنك وتعددك اللي بقوله لك كده فإذن لازم تستيقظ في مواعيد منظمة وتبقى عامل حسبك أن وقت الصلاة بتاع الفقر الصباحية قد كده من الدقايق ربع ساعة عشر دقايق أكتر أقل المهم أنه في وقت محدد أنت هتوقع تصلي فيه مفيش مساومة عليه وهو بعد ما تستيقظ مباشرة نروح بقى للصلاة المسائية الصلاة المسائية هو بقى قاعد قدام التلفزيون وبعد ما طبعا زهنه تشبع بأشياء مزعجة ومسيرة للخوف والإطراب عايز يقوم يصلي عصله داخل ينام وهو بيتتاوب وذهنه مشتت فيه المشاهدات اللي كان مشاهدها في التلفزيون طيب يصلي إيه بقى ده مش صلاة يبقى ده يبقى تأديد واجب واخده على الضمير وعليه أنت لازم يبقى فقرتك المسائية منظمة بمعنى أنت هترجع من برا إمتى لازم يبقى فيه يعني الوقت مرتب ومنظم بحيث أن فقرة الصلاة تأخذ مكانها بوقت مناسب ليس من المهم أن نقول لا نصف ساعة ليل أو ربع ساعة ليل مفيش إليه كتير بس في انتظام أنت تتعاطى الدواء قرص واحد كل يوم ولكن بانتظام فيساعدك على الشفاء ده نمرة واحد نمرة اثنين التلفزيون القعدة المراحراحة قدام التلفزيون دي في منتغل خطورة طب بس أشوف دي طب بس أشوف دي طيب خليك شوف بقى زي ما أنت عايز ولكن لازم تبقى عامل حسابك أنت هتقعد قدام التلفزيون علشان تشوف إيه ولمدة قد إيه من الوقت أنت عايز تشوف برنامج تلفزيوني نافع ومفيد أيوة مدته قد إيه مدته ساعة مدته 45 دي يبقى بعد الساعة ما تخلص لازم تقوم من قدام التلفزيون فالفخ الخطير هو الاسترسال في بلاش بعد التلفزيون خلينا ننقل على أعباء البيت للأم العاملة واللي عندها مسؤولياتها وعندها أطفال طب وديها تعمل لها إيه آه ديها تعمل لها حل آخر وهو آه أنه وهي بتقوم بال بالواجبات المنزلية اللي هي يدوية وليست انهماكاً ذهنياً هيكون هذا الوقت هو وقت الاستعداد والتهيق للصلاة والحاجات اللي أقولها الوقت عن الاستعداد النجاح يا أحبائي لا يأتي صدفة والهرجلة آه لا تنتج ثمار موفقة في الحياة أبداً والكلام السازق بتاع العجائز ما ربنا عارف غصب عني ربنا يا رب قلوب كل دا كلام آه يعني الناس بيضحكوا بي على أنفسهم وعلى ضمائرهم ولكن يعني استلم مني الخطوات الجاد فإذا التهيق والوقت وفيه إيه كنت بتعمله قبل الدخول إلى الصلاة آه هذا مهم جداً الخطوة اللي بعد كده في التهيق للصلاة أنه التهيق للصلاة لازم يبتدي بقراءة الإنجيل لأنه الإنجيل هو آه الكلمة اللي بتوثقت حياة المسيح وأعمال وتعليمه وعشان كده لازم قرية الإنجيل حت آه تكشف لك أنت فين وإيه اللي مطلوب يتعدل في حياتك وإيه اللي مطلوب آه تمسك فيه من وعود وهكذا تستطيع أن تقرأ فصل واحد أو نصف فصل يعني زكاة المساء الوقتك يعني ضيق بهذا الشكل ولكن آه فيه فرق بقى هنا بين الجلسة العائلية للصلاة وبين صلاتك الخاصة هذه ليست بديلة لتلك هذه ضرورة هذه ضرورة وتلك أيضا ضرورة فلابد أن تقرأ الإنجيل وتتعلم منه بعد ما تعرى الإنجيل هتبتدي تستعد للصلاة كل ده ولسة ما ما دخلتش في الصلاة أيوة أيوة ايه بقى الاستعداد للصلاة اللي هيتعامل هو فحص النفس آآ فيه حاجة مع الطلاة شركتي مع المسيح أنا عملت حاجة النهاردة قلت كلمة جرحت واحد آآ قسوته على موظف تحت قيادتي زعقت مع امراتي آآ جرحت أولادي لازم تقعد تشوف أنت عملت إيه الفوضى اللي الناس عايشة فيها أنه يبقى مزعل آآ زوجته أو أخوه أو ابنه وجاي يصلي صلي إيه بقى لازم الكلام ده كله يتصحح قبل ما تدخل لمخدع الصلاة يبقى الخطوة دي اسمها إيه؟ اسمها نزع الخطيئة إن الخطيئة لازم تخرج أنا رأيي آآ في المحبة يعني إنك لما تكتشف إنك جارح مراتك ومزعلة تشيب الصلاة وتروح تصلح مراتك طب ما الوقت هيضيع الوقت هيضيع في إيه إنك تمكن المحبة وتريح زوجتك اللي انت جرحتها هو ده الصلاة وهو ده اللي هيوصلك لنفس النتيجة والعكس إنك لما تقعد تصلي عشر ساعات هتيجي تقولي أنا مشتت ومش عارف أصلي وروحي مخنوة طبعا لازم تكون مخنوة لأنه الشرير واخد فرصة عليك فإذن الإنجيل إنجيل زي ما تعلمنا طبعا إنه تسأل ناسك مع كل فقرة ماذا يريد مني الله أن أفعل من خلال هذه الكلمة المقدسة اللي أنا قرأتها الآن ثم نزع الخطيئة وبعد كده بقى سندخل إلى الصلاة إنت بقى لو عملت الخطوات اللي أنا قلتها لك دي فإنت مش هتشتكي من السراحان تشتيت الزهن في أثناء الصلاة ولا هتشتكي من إنه الصلاة تقيلة وما انتش قادر تصلي ولا هتشتكي من إنك قاعد مش حاسس بحضور الله لأنه الخطوات اللي أنا شرحتها دي هي اللي هتغسل الجو وتغسلك عشان تستعد لإنك تدخل للصلاة تطبيقية الجزء الثاني اللي هنتكلم علينا عرضة هو ما هي غاية الصلاة؟ وإحنا بتصلي ليه؟ طبعا أي واحد قاعد قدامي متصور إنه هو عارف الإجابة على السؤال إيه غاية الصلاة؟ إن إحنا نصلي ربنا عشان يرب علينا لا هو بيحبك وهو عايز عايزك تمسك بالحقيقة أو إحنا بنصلي عشان نطلب من ربنا الاحتياجات اللي إحنا محتاجنا طب ومال وإحنا هنطلبه كل حاجة بس غاية الصلاة أعظم من هذا بكثير الرب يساء المسيح التقى بالمرأة السامرية وعدين ابتدى يتكلم معها يحنى أربعانجيلي يحنى صحة أربعة ولما هي مش فاهمة الكلام قال لها لو كنت تعلمين عطية الله ومن هو الذي يكلمك لطلبتي أنت منه فأعطاكي ماءا حيا طبعا هو بقية الحوار بيشرح ما هو الماء الحي الروح القدس فالمسيح وضع بطريقة محددة أن عطية الله هي الروح القدس في إنجيل اللؤى إسحى 11 وعدد 13 الرب بيقول إيه بقى خلينا نقول من الأول من التعليم من الأول أي إنسان منكم يسأل ابنه بيضة أفا يعطيه عقرما أو حية أفا يعطيه سمكة أو خبزة أفا يعطيه حجرا معقول يعني أبنك يقولك أنا عايز بيضة على الشبيهة تقولون بدل ما تديله البيضة تديله تديله أعربة أو يقولك عايز الغيف عيشت تديله حاجرا فإن كنتم وأنتم أشرار تعرفون أن تعطوا أولادكم عطايا جيدة فكم بالحريق الآب الذي في السماء يعطي إيه بقى عطيت الله يعطي الروح القدس لمين؟ للذين يسألونه فأنت لما تضيف الكلام اللي في إنجيل يوحنا لو كنت تعلمين ما هي عطيت الله الكلام اللي في إنجيل له قال اللي اعطيه دلوقتي فستكون عندك الإجابة لماذا نصلي؟ لكي نمتلئ من الروح القدس أبونا مات المسكين هي أخت من الأخوات رحلت إلى السماء وسيجات حكت ليه الكلام ده كانت فيه زيارة للدير وكانت بتسأله عن شيء ما فأبونا مات المسك ده إنه بيضة كده وقال لا بعد السنين الطويلة دي يا بنتي أنا عرفت ليه المسيح بيعيزنا نصلي ولا نمل نصلي كل حين نصلي بمداومة قالت له ليه يا بنا قال لا لأنه عايز يعطي الروح القدس كل حين فاللي ما كانش عارف التعليم كما أشرحه الآن من الإنجيل يبتدي يضبط اتجاهه على الكلام للمسيح اللي هو لنا في الإنجيل هو يريد أن يعطي الروح القدس وإذا كنت أنت في كل مرة تصلي تأخذ قدس مش هقول بقى امتلاء هقول جرعة من الروح القدس هقول نفحة من الروح القدس طبعا لو أنت هتتدرب أن كل مرة تصلي تمتلئ من الروح القدس ده يبقى ماجدا للرب بقى هتبقى يعني حامل للنور وقادر تنور للآخرين ولكن أنا اليوم أخاطب البسطاء والمبتدئين فبتكلم على القواعد الأساسية طيب سؤال يا أبونا كيف أعرف أن أنا الصلاة بتاعتي قالت إلى أن أنا امتلأت من الروح القدس أو فاض فيها الروح القدس بأي شكل من الأشكال علامات الروح القدس الحد الأدنى طبعا هو السلام الله أن أحس بالسلام فأنا كنت مضطرب مرتبك مشتت مجروح حزين العلم متقل علي الظروف لازم أخرج من الصلاة وقد شعرت بأن سلام الله ملأ قلبي لو أنا لم أشعر بالسلام قد ملأ قلبي في نهاية الصلاة يبقى أنت ما صلتش نبقى نعيد من الأول بقى يا إما في خطية أنت ما نزعتاش يا إما في ارتباكات أنت ما سكبتاش قدام الرب يا إما أنت ما استعدتش للصلاة كويس كما شرحت أو أي شيء آخر في معطل فإذا اللي حيقول أنك نزعت المعطل وأنك دخلت إلى محضر الله أنك يعطي الروح القدس وطبعا أعيدتني بقول بكلم مبتدئين المرة دي فيعني يدخل إلى قلبك سلام الله وراحة الروح القدس طبعا هذه ليست كل علامات الروح القدس لكن برضو بعيد نحن نحدث المبتدئين في هذه المرة طب ما لو عايز تكلم غير المبتدئين هتقول إيه هقول بقى يفيض الحب الإلهي في قلبك لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس الماطلا محبة للملك المسيح ومحبة للآخرين هقول إن ذهنك ينور والنور يخليك تفهم أقوال الله ولما تكبر أكتر في النعمة النور يخليك تعاين مجد الله فلما تكبر في نعمة الامتلاق من الروح القدس كما شرحت هتتنقل ليه إنك بتتحد بالمسيح بتستقبل المسيح طب في أكتر من كده طبعا إنك أنت تعاين المسيح الرؤية العقلية وشفاء الزهن من التشتيت ونقاوة القلب كل ده حييجي بعد كده ثمرة خطوة خطوة وخلينا إحنا في أول خطوة وهي أن غاية الصلاة هي أن تمتلئ من الروح القدس في هذا الشكل أنت هتحس بحضور الله لأن أنت في أول درجة من درجات الشركة مع المسيح ودرجات الصلاة أنت بتحس بحضور الله من خلال حضور الروح القدس اللي هو بيفيد بالسلام والراحة في قلبك فهذا هذه أول درجة من درجات الإحساس الدخول في معنى حضور الله طيب أنا عندي احتياجات عندي ما صليش ما قلش يا رب سدد احتياجاتي وما قلش يا رب اعتني بخدمتي واعتني بأولادي لا قول بس الأول الخط يتفتح بينك وبينك سمعت كلمة الخط دي أنا بخدت التشبيه من فكرة التليفون فأنت التليفون بترن لغاية ما الشخص اللي على الطرف التاني اللي انت طلبه يرد عليك يرد عليك أو دا اسمه الخط تتفتح فأنت بتعمل كل التجهزات دي لغاية ما يرد عليك يبقى الخط اسمه تتفتح التواصل بينك وبين الآب السماوي تتفتح بالمسيح يسوع من خلال ايه عمل الروح القدس زي ما كنت بقول دلوقت فلما الخط يتفتح وتشعر بانك دخلت في حضرة الله وان سلام الله قد غمرك ابتدي قول بقى قول اللي نفسك فيه يعني اشتكي متاعبك زي ما انت عايز وأطلب مثل هذا النوع من الصلاة سيصبح صلاة مستجابة طيب انا بقى عايز اختم الدرس بتاع النعارضة الصلاة باستجابة الصلاة اللي هيبع عنوان الدرس الاسبوع الجاي بنعمة المسيح انت قلت فوقتي الصلاة تبقى مستجابة هل الصلاة بالضرورة مستجابة لا طبعا ليست بالضرورة مستجابة طبعا الناس يعني في الشارع يعني يقول لك ربنا لازم يستجيب الصلاة ليه يا سيدي مش هو ربنا اللي خلقنا يبقى لازم يستجيب لنا الكلام ده هنجاب عليه الاسبوع القادم ولكن انا بس عايز احط النقط على الحروف عشان اجاهزك للدرس القادم ان راعيت في قلبي اثما فلا يستمع لي الله انت افلت على روحك اذا قدمت قربانك على المزبح وتذكرت ان لاخيك شيئا عليك فاترك قربانك على المزبح واجهزك اولا اصطلح مع اخيك اذا انت مش مصطلح مع اخيك وقلبك فيه جرح ومرارة وعدم وغفرات ما انت افلت على روحك ان لم تغفروا للناس زلاتهم لا يغفر لكم ابوكم السماوي زلاتكم انت افلت على روحك فانت افلت على روحك الاستجابة ده تعليم العهد الجديد فاذا هناك عوامل بتقفل عليك الاستجابة طيب انا بس عشان اوصل بقى للخاتمة عايز اقول كلام الرب ايه اللي يخليني متطمن ومتأكد انه صلاتي مستجابة الرب قال ان ثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم تطلبون ما تريدون كارت عبيض زي ما انت عايزين فيقول لكم تطلبون ما تريدون مهما طلبتم من الاب اسمي فاني افعله طيب اخر سؤال ونختم به انا لست في نقطة البغضة والخطيئة اللي هي قفل عصر وانا لست في نقطة مهما اللي هي ايه انثبتتم فيي وثبت كلامي فيكم خلاص دخلت في مرحلة السبوت في ما احبته لا انا في النص بين الاتنين دول هل الممكن صلاتي تستجابة اه طبعا ممكن بس ليس بالضرورة بالمستوى بتاع مهما طلبتم فاذا فيه مهما طلبتم وفيه ما تصليش لان انت فيه حاجز بينك قافل عليك الصدق لازم يتشال وفيه اللي في النص ده يعني هو خاضع لمحبة الله وتحنناته والرب يكمل الجميع ويثبت الجميع وطبعا ده موضوع مهم جدا واللي عنده سؤال حيبعته حتى اجيبه فيه الاسبوع القادم بنامة المسيحة اشتركوا في القناة